السلام عليكم. كنت سألون القناة العربية لتغطي ما يحدث في لبنان وفي فلسطين. كل هذا بالتجربة تنجم تقول بلي هذه القناة عملاء يخد الأجراء حسب نشر الأكاديب ونشر دعاية الهدامة زائد تخابر مع دولة أو الكيان الصهيوني. منين بدأت شكوك انتاعي وتبدو هذه الشكوك مثل جميع الجزائريين شكوا في الجزيرة العربية وما يشبه باللي تتعامل مع الصهيوني الف الساعة ومع أمريكان. ما تنساوش نهار سقوط بغداد كيفاش بدات هما اللي كانوا يعطيوهم تحديد الأماكن وجود عسكر انتاع صدام حسين. ونهار خرج اللي تشوفه في أفريل لنهار خرج صدام حسين وروا قدام واحدة الرسطورة ومجموعة من الحشود والأتباع صدام حسين يهدفوا بحياة صدام حسين. تم كانت الكاميرا تاع كاميرا تاع جزيرة وهي اللي حدد موقع صدام حسين. وفي هذه اللحظة اللي وقفوا صدام حسين للعسكر الأمريكان تم اللي وقفوه ودعوها لسيجهم بعد داروا مباشرة في في نهاية العام. داروا له هذه القصة اللي يحكم منها في جوحر والدنيا من أجل إسقاط قيمة الرئيس صدام حسين. نفس الطريقة اللي يقوموا بها الآن. هما اللي يقوموا بعملية تحريد بكلمات بضغدغة ونشر الشكوك في أوساط المجتمع أو العسكريين. هكذا داروا في سوريا ما تنسوا هاش كيفاش كانوا يديروا تحريد وسموه الرابيع العربي. ولم ينجح لهمش في الجزائر لأن الشعب واعي. الحمد لله الجزائريين قاموا بطرد الجزيرة من من الجزائر الحرة من الجزائر صوار من جزائر رجال وسود ماشي وسود الأطلس لكن وسود نوميديا. نفس الطريقة رهي يقوموا بها تحريد. هذا كل وقت صحاف اللي تشاهدوا نهار كان يهدر هو اللي قال كلمة الولوج والعلوج كلمات عربية محضة بعد مات الله يرحمه الله بالكونسير هو اللي كان يمد المعلومات مباشرة إلى الجزيرة وكان يوري لهم المنطقة بديجست. كما نقوله الحركات اللي كان يقوم بها جسد بمعنى تحابل العسكر في المنطقة المنطقة غير بعيدة بلي جساده كانوا يعطيهم له ووصلت باشقضاه على صدام حسين والجيش العراقي. كما يصبح الآن في لبنان هم يقوموا بعمل تحديد المناطق والمواقع لوجود الجيش اللبناني أو المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية. هم يحدوا المواقع بلي جسد بالحركات كاللونغاج تعدى جسد. الإنسان يرد باله من هذه النورمان والشعوب العربية تقطع نظر إلى هذه القنوات السافلة اللي هدمت الدول العربية المسلمة هي اللي قامت بتهديم جميع الشرائح الموجودة في الدول العربية هي اللي هدمت المجتمع في الأخلاق في كل شيء. دونك الحادر الحادر من هذا القناة الناطقة باللغة العربية أردوا بالكم منها. والسلام.